يلا بيبو شو عندك حبيبي؟ بلاش بي دفولي قواعد عرفي؟ ليه هيك اجانتك صايرة؟ تبراني؟ لا بلا ترتيب يلا في انشاء بلاش بي قواعد؟ تروك القواعد عمولي الانشاء بدي فل انشاء ايه امنا بيش بالانشاء؟ تحدث عن رحلة في الطبيعة قمت بها مع اهلك اي يلا عمل لي ايه انشاء ايه شو الموضوع؟ الموضوع تحدث عن رحلة في الطبيعة قمت بها مع اهلك ايه يلا تخيل مامي اكتب ايه مثل عادي في يوم المشمس من فصلي الربيعي استهدست باكرا على زقزقة الزمامير شو؟ ايه العصافير لازهب في رحلة بيكريس ايه مع اهلك فصلي فصلي فجأة تلبت السماء بالغيومي عصفت الرياحي وتغير الطقس فحل غيلة المشروع لدى من استصالح اليها خلص الانشاء؟ ليه؟ بيبو بيبو شو بعمل فيك هيدا انشاء هيدا؟ لو كغير الطقس شو بنعمل غيلة المشروع من الوحدة هاد الشتيف يا عاسمي؟ ليك؟ ما قلش لتك ما قلش لتك بلش اتخان عنا وياك شو عن جدلة حنروح وضوب انشاء مثل الخلق طيب اكوا عبقوا واعي كمان في يوم مش مثل من الفصلي ربيع بطل هزيتا استيقظت باكرا على زغزقة الزماميري الاسفيري لي اذهب في رحلة بيبنيك مع ابي فصلي وأمي مع ابي فصلي وأمي مع ابي بس بلا امي مع ابوك وأمك ما تسبي شبتك دوحك عملي هوليك تربيي اللي بتروح على بقى بقى خليك اللي تبي بتروح عملي شو بيدروح على ببا يا بيبو خلصني منك بقى اليوم شو عن جدرة حروح معكم كتوب انشاء عمقلك كتوب مع ابوك وأمك بعدين اذا ما انا رحة مي بجي يعملك الاكلات ببا يا اوكي بعدها يا اكي مع ابي وأمي جاهزنا امتعتنا وطامنا وتوجهنا الى السيارة وصلنا الى السيارة فياويلا وجدناها مفروكة كان اللص قد كسر الزجاج وصرق المسجلة ام ام اتصلنا بالشرطة فوصلت على السريع بعد خمس ساعات وبدل من ان تأخذ البصمات وتحقك بموضوع السريطة قالت لأبي نحط بين اهليلين نعم 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 من يا حلو اثثثثثرق؟ سيرة مني حاصل انه ركبننا في السيارات المجهزت لا بالسيارات وبدأت الرحلة 217 المتوجهة الى فرانكفورت خلصنا بقى طيب خلاص لقد تحيرنا أين نعمل البكنيس تحت دباخين مع ملكهرباء الزوكي أو دباخين مع مليشيكة أو على جبل الزبالة في الدورة أو على الشاطئ اللبناني الذي تحتاركه سنسيل المشاريع البحرية كالرماح وأيُّل؟ تثم أيُّن؟ ثم أيُّن طمع italian يا، أُوجا عنيه هذا المشدا هاي فحصي خليل يا راسي؟ فيه طبيعة فيشارة بعالبنان؟ لككتوب خلصني بقى حاشتخترع من عندك دواخينا خلص 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 من هو خلص نهار ايه؟ أشعل ابي الفحمة اتغدى على الجهة يا تسرحة أشعر أبي فحمة وأحضرت أم اللحمة لنشويها بس ما عمنا يكون لحمة؟ عمنا يكون شي لحمة؟ ما في بقرة مجنونة؟ طيب بلى اللحمة أحضرت أم الدجاجة لنشويها ماذا؟ وكي؟ بس الدجاجة كمان عبغول العلف ما بيسوع نيكل دجاج؟ كتوب حيالله شي بس كتوب لا ما بنأكل دجاج كتوب ما بدي أنا سلوه شي كمان اللي تصغير نار أحضرت أم السمكة أحضرت أم السمكة اللي تشويها بس السمك كمان في فريش شو بدي متغضى؟ شوينا التبولة وتناولنا طعام الغذائي ثم أخذنا كيلولتين وتنشقنا الهواء الملوسي ناكي شو عن الطبيعة؟ لم نرى عصفورا واحدا في ذلك النهار؟ وله عصفورا واحدا لم نرى؟ وله ريشة لم نرى يا شيخ؟ ماذا يجري في هذا البلد؟ بلد الكسرات والكمبينات؟ هم أنا خزينة من مشهدي بلدي بلدي يعاني من ولك بقبراك؟ ولك آه منك؟ مش من البلدي؟ بيبو؟ أشعار؟ ورح تعمل أنت شو قصتك؟ اكتب بقى متل الخلق وخلصنا منك بيش على جسر الدنيا؟ ما أسألك؟ ما عم بكتب يا عمي؟ خلصنا يلا بقى نرجع البيت إسماعيل بالحقيق؟ طيب قصيب عدنا إلى البيت مني عدنا إلى البيت؟ عدنا إلى البيت؟ عدنا إلى البيت؟ بابك ماشي مكل الشاطرين دخلنا لنستحم قبل النوم فإذا بالبياه مقطوعة مكل العادي هنا كرز أبي وقرر طلب الهجرة إلى كردة ومغادرة هذه البلاد على الرحلة 200 سبعة عشر متفجهة إلى مرياة نقطة وشكرا مرسلكم لاحقا من كندا صارحي! صارحي يا حرسي! حلوك! حلوك! لك ترجع ولك قوق ما أسألك يا ويلي ما أسألك شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر